بعد أن راهن على صعود الدولار الأمريكي عدل مورغنستان لنظرته تجاه العملة الأمريكية من صعودية إلى محايدة عازياً ذلك إلى تباطئ الاقتصاد الأمريكي وانخفاض أسعار الفائدة أكثر من نظرائه وكان البنك قد راهن على ارتفاع الدولار منذ منتصف نوفمبر الماضي حيث توقع ارتفاع مؤشر الدولار إلى نحو 8% في الربع الثاني من هذا العام كذلك صناديق التحوط والبنوك بما في ذلك جولدمن ساكس كانت قد عدلت رهناتها على الدولار بالهبوط في ديسمبر الماضي عندما أشار الفدرالي إلى التحول إلى خفض الفائدة هذه السنة لنوقي نظر على الدولار الأمريكي الآن الذي كان في بداية جلسة المساء يسجل بعض الارتفاع اليوم يبدو أنه يتبين إذا تبدأ في نتق ضيق نوعا ما فقد تراجع في بداية الجلسة بعد أن كان بالأمس ارتفع إلى أعلى مساوى له في ثلاثة أسابيع عضويا ارتفع اليوم لم يقدم محضر الاجتماع الأخير لإحتياط الفدرالي سوى القليل من الدلائل حول الموعد التي قد تبدأ فيه الولايات المتحدة في خفض أسعار الفائدة أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر ديسمبر الذي صدر مساء الأمس أن مسؤولي البنك مقتنعون وأن التضخم أصبح تحت السيطرة قلقون بشأن مخاطر السياسة النقدية التقييدية المفرطة للبنك المركزي على الاقتصاد مع ذلك لم تكن هناك أي أدلة واضحة حول متى يمكن أن يبدأ الاحتياط الفدرالي في تخفيض أسعار الفائدة حيث لا يزال صناع السياسة يرون حاجة إلى أن تظل الأسعار مقيدة لبعض الوقت من لندن ينظم إلينا دكتور فالنتين مارينوف الرئيس العالمي لأبحاث عملات مجموعة العشر أهلا بك دكتور نتحدث عن الدولار والتوقعات من قبل العديد من الخبراء أنه سيكون عام 20-24 عاما سيئا بالنسبة للدولار للعمر الخطراء ما رأيك؟ هذا بكل تأكيد يعتمد على الفدرالي ونعتقد أن في الأشهر الست إلى التسع المقبلة فإن الفدرالي سوف يقترب من خفض معدلات الفائدة وحينها الوضع سوف يكون سلبيا أكثر للدولار ولكن في المدى القصير في الربع الأول من هذا العام نعتقد أن الدولار قد يستفيد مع إعادة تقييم الأسواق هذه التوقعات المتفائلة للفدرالي ونحن نعتقد أن عدد خفض معدلات الفائدة المسعرة في الأسواق غير واقعية ويجب إعادة النظر فيها وهذا سوف يعطي ميزة للدولار ويؤثر على المعنويات وهذا سوف يكون إيجابيا للدولار في المدى القصير ويمكن البيع للدولار فقط عندما يكون هناك إشارة واضحة من الفدرالي بأن خفض الفائدة سوف يكون قريبا ونحن نعتقد في خضون ذلك أن الدولار يمكن أن يتعافى مقابل الليين وغيرها ويسا ما كان هناك أيضا إمكانية مع الدولار الأسترالي دكتور دعنا نتحدث عن إمكانية التعافى أو الدولار مقابل بعض العملات هناك توقعات بأن يقوم بنك اليابان بتغيير السياسة ويتجه من الفائدة السلبية إلى البدء في رفع سعار فائدة خلال هذه السنة في هذه الحالة كيف سيكون التعامل مع الدولار أو كيف سيتفاعل الدولار ألن يكون اليين في هذه المرحلة ربما على الأقل عندما يغير البنك اليابان السياسة ألن يكون أقوى نوعا ما كخيار بالفعل كما قلت فإن في المدى الطويل التوقعات للدولار ليست إيجابية وبالنسبة للدولار مقابل اليان فيمكن أن نضيف أيضا هذا العام مع إمكانية تغيير السياسة في اليابان ولكن لا نعتقد أن هذا سوف يكون فوري فأقرب وقت يمكن لبنك اليابان أن يفكر في رفع معدلات الفائدة سوف يكون أبريل أو حتى في الربع الثالث من هذا العام وليس قبل ذلك وعندها من المنطقي أن يتم شراء اليان ولكن في المدى القصير نعتقد أن بنك اليابان لم يقترب من تغيير سياسته وإضافة إلى ذلك نعتقد أن الأسواق متفائلة كثيرا بالنسبة للفيدرالي وربما الدولار مقابل اليان قد يرتفع وصلنا إلى مستوى 145 وقد يرتفع أكثر من ذلك ونعتقد أن الوقت ليس سانحا لبيع الدولار مقابل اليان وأن هناك فرص لاحقا ماذا عن السرليني واليورو كمان هنا هناك نوع من الضعف بكل من السرليني واليورو مقابل الدولار ما هي توقعاتك لهم لهذه السنة أيضا بالمقارنة مع الدولار وبالتوقعات بأننا نرى خفض لأسعار الفائدة من قبل المركز الأوروبي وبنك إنجلترا أبدأ باليورو نحن متفائلون بالنسبة لأسعار الفائدة نحن متشائمون وتضغط أن أداء اليورو سوف يكون سيئا وهذا بسبب توقعاتنا بأن البنك المركز الأوروبي قد يكون الأكثر سهلا ويمكن أن يخفض معدلات الفائدة أسرع من الفيدرالي أو حتى بنك إنجلترا وبالتالي نحن نعتقد أن هناك توجه هبوط للعملة ونعتقد مع نهاية العام 105 بالنسبة ليورو دولار أما بالنسبة للجنيه دولار قد يكون على مستوى أربع وثماني بالنسبة للجنيه إلى الدولار لدينا توقعات أوسعة من المستويات الحالية هناك اتجاهات هبوطية وفي المدى الطويل نعتقد أنهم أخفت معدلات الفائدة من الفيدرالي وبنك إنجلترا قد يبقي هذا الزوج في النطاق والدولار والجنيه أداؤهما متوقع أن يكون أفضل من اليورو دكتور فالنتين مارينوف الرئيس العالمي لأبحاث عملات مجموعة العشرة في كريدي أغريكول شكرا جزيلا لك